نروح لي اخبار نادي الزمالك ومصدر بنادي الزمالك اكد لرقم 10 ان ادارة الكرة قررت تأجيل التعاقد مع لاعبين اجانب تحت السن لحد شهر يناير المقبل الزمالك كان بيستهدف ضم لاعب اجنابي مهاجم وجناح ولاعب وسط مركز 8 تحت السن لاستغلال لاعب اتحاد الكرة لكن ما لاقاش اي لاعب يفيد الفريق بشكل كبير لحد دلوقتي فعشان كده اجل الموضوع لشهر يناير فترة الاندخالات الشتوية كمان المصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم 10 ان ادارة النادي هتعقد جلسة اليوم الحد مع ادارة نادي وادي دجلة عشان تحسم صفقة يوسف حسن بشكل نهائي الزمالك فعلا وصل الاتفاق مبدئي مع دجلة على كافة الامور والتفاصيل المالية وهيتم يدفع المبالغ المتفق عليها بشكل فوري يوسف حسن من اللعيبة الشباب مواليد 2003 وبيلعب مهاجم صريح وارد انه يفيد الفريق جدا عشان كده نادي الزمالك من ناحية تانية قرر انه الفترة اللي جاية ممكن يأجل فكرة التعاقد مع عبدو يحيى مهاجم غزل المحل اللي تبقى عنده كسرة في المهاجمين اكتر من اللاعب في الفريق ممكن يفيدوه في الشكل الهجومي انت بتتكلم في سيفي الجزيري بتتكلم في ايضا يوسف اسامة نبيه المهاجم الكاميروني الجديد عدد كبير من اللاعبين الممكن يبقى موجودين دلوقتي في تشكية نادي الزمالك فممكن المهاجم الصريح ما يكونش محتاجه اوي نادي الزمالك كمان مصدر في نادي الزمالك اكد لرقم عشر النادي فالمبو الرواندي رفض طلب النادي طلب نادي الزمالك بنقل مباراة الزهاب الى الكاهرة ومتمسك باقامة المباراة في تنزانيا الزمالك الزمالك بيحاول بس يخلي المباراة الساعة ستة مساءا بدل الساعة تلاتة العصر وغالبا هيلاقي تعنت برضو هو في الاول والاخر كل نادي بيدور على مصلحته وشايف انه المصلحة هتمشي ازاي فالنادي الرواندي هيشوف انه يضر الزمالك فنيا طبعا انه يلعبوا بالنهار يضر الزمالك انه يلعبوا في تنزانيا ما لعبوش في الكاهرة عشان الامور ما تبقاش سهلة بالنسبة النادي الزمالك ده مفهوم بس الزمالك بيحاول يوصل لأقصى حاجة ممكن تفيد فريقه ده طبيعي جدا طيب مصدر في نادي الزمالك اكتلنا في رقم 10 ان ادارة الكرة بتدرس تراجع عن صفقة عبدو يحيا زي ما قلت لحضراتكم منذ لحظات ده عشان خلاص الامور بالنسبة لعبدو يحيا شبه صعبة لازل المحلة يغالي في طلباته من وجهة نظر نادي الزمالك وبالتالي الزمالك بناء على قرار من فريرة يعني قال انه ما عندوش مانا انه يصرف النظر عن صفقة عبدو يحيا اللي كان متحمس جدا لفكرة الانتقال الى نادي الزمالك